المعارك عنيفة تشهدها هذه المناطق من جبال حام هذه الجبال التي شهدت في الساعات الأولى من اليوم وأيضا في الأمس معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحثي والمخلوع صالح اليوم يقف إلى جوالنا أحد قيادات الجيش الوطني عدالله الأشرف الناطق باسم قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السادسة يحدثنا عن آخر التطورات وعن هذا التصعيد الذي يشنه قوات الجيش الوطني هنا في جبال حام الذي شهد هذا الجبل الذي شهد معارك هي الأشد والأعنف سقط فيها قيادات كبيرة من الميليشيا على رأسهم قيادات ميدانية هنا عبدالله الأشرف يحدثنا عن هذه التطورات التي حصلت في هذه التبابة بالتحديد بسم الله الرحمن الرحيم بداية أحيي الكثيبة الثانية بقيادة العقيد علي جراد اللوامي 22 أحيي هؤلاء الأبصال الثابتون في رؤوس هذه الجبال وبصوم هذه الأودية الذين يقاتلون ويرقنون الغزاه ويرقنون الميليشيات دروساً غاسية منذ الأمس وهي تشهد ملاحاً بطولية ما يقارب 30 قتيل حوثي لقوا مصرعهم ولقوا حتفهم تحت هذه التبابة الوروري وبمحاولة أن يسيطروا عليها ولكن بصمود الأبطال وببطولتهم واستبسالهم وشجاعتهم وشجاعت قيادتهم المرابطة في هذه الأدين لم ينجحوا ولم يتقدموا وإنما تراجعوا وفشلوا والآن يريدون أن ينتشلوا عدد من الجثث من الأمس يحاولون ولكنهم يفشلون وبإذن الله سيتم تلقينهم وسيتم مطاردتهم إلى أن يتم تطهير كل شبر من محافظة الجوف بإذن الله عز وجل إذن معارك عنيفة تشهدها هذه الجبهات الأحام هذه الجبهة المشتعلة منذ أمس ولازالت المعارك مستمرة حتى هذه اللحظة العيارات تضرب هنا عيارات الجيش الوطني كذلك قدائف ومدافع الجيش الوطني تقصف متحركات الميليشية التي تحاول الوصول إلى أقصى هذه التبابة التي يسيطر عليها الجيش الوطني علي الجرادي قناة بلقيس الجوف اشتركوا في القناة